اشتركوا في القناة وضوح الشمس وبعد تطبيقك فيها يعني بعد ما تخلصها كل المطلوب منك انك انت ترائب النتائج ونتائجها هي افكار على سبيل المثال هي عشان تبقى انت فاهم انا اقصد ايه الترائع اللي هدالك دي طريقة باسم الله الوهاب خلي بالك بقى لما نجي نقول اسم الله الوهاب فده منه معنى ان الشيء اللي انت محتاجه الله سبحانه وتعالى يهب لك بس لما انت يعني ازاي تعمل جلسة للاسم تذكر اسم الله الوهاب على نية انت حططها نية معينة عايز ربنا سبحانه وتعالى يدي لك الشيء ده في حياتك هقول لك على الطريقة واقول لك على العدد ولو انت مش مقتنع بالعدد اعمل بالعدد اللي نسبك بس كل ما اهتميت بذكر زي كده وعملت خلوة وحطيت الركم ده وعملت الطريقة دي عليه صدقني لا تنبهر من كمية الافكار الجميلة اللي هتجيلك اللي خاصة بالشيء اللي انت بتفكر فيه وعايزه فقط عليك السعي بس تاخد بالاسباب اسم الله الوهاب بصيغة بسم الله الوهاب وانحاطت في نيتي الامنية بتاعتي بعد ركعتين صلاة يفضل تعمل الطريقة دي قبل ما تنام طبعا لك يعني برحتك او برحتك اثناء الطريقة انت هتطبق الى الوقت اللي تنسبك عشان ما يكونش بديق عليك ده دعاء وادعي في اي وقت نسبك انا علي اديك الطريقة تذكر بعد ما صليت ركعتين صلاة وانت حاطت في نيتك الشيء اللي انت محتاجه اسم الله الوهاب بسم الله الوهاب بنفس الصغة دي بسم الله الوهاب مثلا على مسبحة سبحة تساعدك في العدد واسناء الجلسة دي يعني انت كده توضيت وصليت وهتعمل الجلسة دي العدد 111 مفتع انك مش هقول له غمض اناك في الجلسة دي كده في عملية الشهيق والزفير هيديك تركيز مع نطقك في الاسم وتركيزك على الامنية اللي انت عايزها هيكون اعلى الشهيق والزفير وانت بتذكر بسم الله الوهاب بسم الله الوهاب بسم الله الوهاب على الشيء اللي انت عايزه وتزود يعني لك ان تزود تزود الدعاء ده اللهم اهب لي وتحدد تسمي بقى حاجتك فيه الوهاب ده اللي انت عايزه ربنا سبحانه وتعالى يده لك بالاسم الى ان توصل لركم 111 وياخد معاك زي ما ياخد اعملها جلسة نص ساعة اعملها جلسة ساعة خلوه وما تخافش الشيطان هيخوفك عشان ما تعملش كنز زي ده اطمئن انت بتعمل جلسة مع رب العالمين ما فيش بقى لشياطين وما فيش اي حاجة من الكلام ده خالص فليه تبقى الان اعملها على الامنية اللي انت عايز تجذبها في حياتك وانتبه بعد ما تخلص اعملها لمدة اسبوع كل يوم جلسة هي تزبط معك وقتك الوقت اللي نسبك لمدة اسبوع بتعمل الجلسة دي بنفس العدد ده وتقطر فيه عملية الشهيك وعملية الزفيا جميلة جدا وهتحس كمان بنظاف الطاقطك يعني انت هتحس باحساس لما تطبق هدوق طبق انت مش خسرا حاجة وعملها بنفس الاحساس اللي بوصفه لك ده وتعالى قلت تجربتك على الفيديو ده لتشجيع الناس تصدق لما يعني اعمل خلوة كده مع ربي سبحانه وتعالى واطلب منه الطلب وكون واعي ان انا فاصل كل حاجة عامل كده مكان مع رب العالمين للحاجة اللي انا عايزها وشرطه انا رايح كده كن فاصل كل حاجة وبحدد محدد نية مع ربنا سبحانه وتعالى انا عايز ايه وهعمل بها ايه وايه اللي انا تعبان منه وتتكلم مع ربنا بصيرة الاسم من الداخل بالنية كده صدقني انت مش محتاج حاجة تاني سواء بقى ان كنت تعمل الجلسة دي على فك سحر تعمل الجلسة دي على جذب امنية تعمل الجلسة دي على اي حاجة على حد تتواصل معاه بسم الله الوهاب جلسة وعي خلوة عجل يا ربي بالشيء ده على نية الاصلاح تنفع في كل الحالات تنفع توجيه النية طبق الدعاء على الاسم بالشكل ده وخليك ماشي معاها اسبوع ولو بتعملها على فرص رزق مثلا خليك مرائب الافكار فك سحر خليك مرائب الاعراض اي امور بتعمل عليها الجلسة دي رائب النتائج اللي هتبان عليك بعدها الافكار اللي هتجيلك بعد وانت ماشي فيه المطالبة والدعاء باسم الله الوهاب بسم الله الوهاب بعدد مية وحداشر بعد ركعتين صلاة طبقها المدة اسبوع وباذن الله تدعي لي على الكنز اللي بين ايديك ده كل سنة وانت طيبين حبكم في الله شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام